إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة مشروع Event Horizon Telescope هو شراكة دولية تشكلت عام 2012 في محاولة لرصد بيئة الثقب الأسود تعاون في تنفيذه أكثر من 200 شخص على مستوى العالم ويهدف بالأساس إلى التقاط أول صورة لثقب أسود أي أنه اختبار بسيط للنظرية النسبية لألبرت أينشتاين التي تشرح قوانين الجاذبية وعلاقتها بقوة أخرى في الطبيعة بمعنى آخر فإن المشروع سيتيح فرصة لفهم أفضل لهذا الثقب الأسود أحد أعنف الأماكن في الكون والذي يتكون عند انهيار نجوم هائلة في نهائية دورة حياتها ويشكل نقطة اللاعودة فبعده يتم ابتلاع أي شيء من النجوم والكواكب الغازات والغبار وكل أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي بما في ذلك الضوء استهدف الباحثون خلال المشروع ثقبين أسودين عظيمي الكتلة يعرف الأول بثقب ساجتاريس A ستار وهو يقع في مركز مجرد ضرب التبانة تزيد كتلة هذا الثقب عن كتلة الشمس بأربعة ملايين مرة ويبعد ستة وعشرين ألف سنة ضوئية عن الأرض أما الثقب الأسود الآخر فيدعى M87 87 ويقع مركزه في مجرة فيرجو A وتزيد كتلته بنحو ثلاثة ونصف مليار مرة عن كتلة الشمس ويبعد أربعة وخمسين مليون سنة ضوئية عن الأرض خلال الفترة الماضية أحجم العلماء المشاركون في البحث عن كشف النتائج قبل الإعلان الرسمي عنها والتي تعد إنجازا كبيرا في مجال الفيزياء الفلكية